تعد البيتزا من الأطباق التي حققت شهرة عالمية لها زبائنها في كل دول العالم ويعرف أن أصلها يرجع لإيطاليا وتحديدا مدينة نابولي التي يقال أن أفضل أنواع البيتزا هي تلك التي تخرج من أفرانها أقوم بهذا العمل منذ 15 عاما فأنا أحضر البيتزا الخاصة بنابولي تحديدا ويتم طهيها بفرن وقوده من الخشب وليس الغاز في مدة تتراوح من 70 إلى 90 ثانية بالعجين المخمر من 24 إلى 36 ساعة يعتمد المضاق المميز والطعم اللذيذ للبيتزا بشكل أساسي على أنواع جبن المدسرين للمستخدمة فضلا عن أنواع عديدة من صلصة الطماطم والخضروات والريحان إضافة للعجين وزيت الزيتون حيث تطهى البيتزا في أفران من الحطب أو الغاز أو الكهرباء لكن الحطب يعتبر من أفضلها جودة وطعما البيتزا هنا مكوناتها إيطالية بالكامل مع دقيق مصنوع من القمح الإيطالي إنه أصلي ومحلي الصنع مع جبن الموزاريلا الجيد والطماطم المقشرة والخضروات الأخرى كل ما يجب القيام به حتى تخرج البيتزا لا فيفا من أشهر القصص التي تعرف عن بيتزا المارجريتا أنها صنعت قبل أكثر من مئة عام باستخدام الطماطم والجبن الأبيض والريحان الأخضر والتي ترمز إلى ألوان العالم الإيطالي خرجت البيتزا من نابولي وانتشرت في كل أسقاع الأرض وأصبح كل بلد يتفنن بها حسب ثقافته وطريقته لكن يبقى للبيتزا الإيطالية نكهتها وطعمها الذي يميزها عن غيرها محمد الغزو قناة الغد روما ترجمة نانسي قنقر